السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم جميعا في قناتكم فسر حلمك مع الحاجة عبدالله ان شاء الله انقارضة هنتكلم عن سيد البشر وخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن رؤيته في المنام ومعناها ايه هنتكلم عن حاجة كمان وسؤال بيطرح على بال كل انسان اعمل ايه عشان اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام انا ناقصني ايه عشان ما شوفش النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للناس كتير بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وانت أو انت مش بتشوف النبي في المنام فان شاء الله تعالى نتكلم الأول عن رؤية النبي في المنام معناها ايه ودلائلها ايه وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن الزات وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بسم الله الرحمن الرحيم ربنا في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وعن أبي قدادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني الحق وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فلن يدخل النار وعن سعيد ابن قبيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار من رآني في المنام فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خير عظيم 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 أولا يعني بالأحاديث أن اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مش هيخش النار أبدا دي بشرة ليك يعني رؤية النبي في المنام رؤية عظيمة وخير وفتحة كبير ليك لو كنت مريض ربنا حيشفيك لو كنت في ضيق ربنا حيفك كربك لو كنت مهموم ربنا حيزيحمك لو كنت مديون ربنا حيفك دينك وحيقضي عنك دينك لو انت مش متجوزة استبشري ربنا حيرزقك الزوج الصالح ولو متجوزة ومش مخلفة استبشري ربنا حيرزقك الولد الصالح والبنت الصالحة ولو متجوزة ومخلفة وكله تمام وحياتك تمام السبشيري ربنا حيزيدك غنى وحيزيدك خير وحيزيدك بركة لو انت في ديق ومسجون ربنا حيفك سجنك لو انت بتتحارب من اعدائك ربنا حينصرك على اعدائك رؤية النبي في المنام بتدل على كل خير وبتفرق من انسان لانسان على حسب الحال وعلى حسب الوضع اللي انت فيه اي حاجة انت فيها شر ربنا حينجيك من الشر ده رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرؤية النبي يعني دليل على البشرة ودليل على الخير ودليل على السعادة طب فيه سؤال اشوف النبي ازاي وليه فيه ناس كتير بتشوف النبي وانا مش بشوف النبي صلى الله عليه وسلم واعمل ايه عشان اشوف النبي صلى الله عليه وسلم اولا عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى قريب من ربنا شوف انت بتعمل ايه غلط وبطله لو بتسمع اغاني كتير ومش بتسمع قرآن ابدا يسمع قرآن وقلل من الاغاني ومنحها خالص يعني بأفضل لو انت مش بتبر أبوك وأمك إزاي عايز تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى ببر الأم ثلاث مرات وببر الأب يعني لازم تبر أبوك وأمك لأن الرضا أبوك وأمك عليك هيسبب رضا ربنا ومن هنا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت دايما بتأذي الناس وبتتكلم عليهم ودائما بتنم ودائما بتنمي طب حتشوفي النبي ازاي لازم تطهر لسانك الاول تطهر لسانك من النميمة واتطهر لسانك من النميمة والغيبة وقاذى الناس وان انت تشتم في الناس في ظهرهم وان انت تتهزر عن الناس وتضحك على الناس وتتسبب في ضحك الناس على الناس لازم تطهر لسانك الاول واتطهر قلبك واتطهر حالك قبل ما تفكر ان انت تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام طب ايه كمان ممكن أعمله عشان أشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا دلوقتي طهرت نفسي طهرت بستغفر ربنا من ظنوبي وبدأت أقلم من سمع الأغاني وبسمع قرآن كتير وبدأت أن أنا أبطل كلام على الناس وبطلت أأذي الناس وخلاص بيتعايش في حالي مش عايش في حالي يعني منعزل عن الناس لا يعني عايش بس مش بأأزي حد ومش بأتكلم على حد وخلاص ما بأيتش يعني اللي أشوفه بيتكلم على حد مليش جعوة اللي أشوفه اللي عايزي إزي حد أنا مليش فأزى الناس أنا مبأزيش الناس وبدأت أصلح من حالي أعمل إيه كمان دلوقتي أنت فضلك أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي كتير تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أذكار الصباح تصلي علي مئة مرة أو ما شاء ربنا نوى يقدارك يعني تصلي على النبي طول ما انت في الطريق لشغلك أو لمدرستك تصلي على النبي طول ما انت منتظر في طبور معين صلي على النبي صلي على النبي قبل ما تنام صلي على النبي قبل ما تنام كتير عشان لو اخر حاجة انت بتعملها الصلاة على النبي ودومت على الموضوع ده وات كل يوم قبل ما تنام اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمك بفضل وان شاء الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الحاجة الثالثة ان انت لازم يعني تواظب على الصلاة ما ينفعش ان انت ما تبقاش بتصلي ولسه عايز تشوفه في النبي يعني لازم تصلي ولازم تتبع يعني الصلاة وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تأدي سنته يعني أنت فين من السنن هل أنت بتصلي السنن بعد كل صلاة هل أنت بتقرى صورة الكهف كل يوم جمعة وبتختاسل قبل ما تروح صلاة الجمعة هل أنت بتروح صلاة الجمعة هل أنت مواظب على بر الأم وبر الأب هل أنت مواظب على صلة الرحم هل أنت مواظب على الأسكار والأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها يعني بتقول دعاء دخول الحمام ودعاء الخروض من الحمام دعاء دخول البيت والخروج من البيت هل انت بتقول دعاء السيارة هل انت بتقول الأدعية كلها للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ان احنا نقولها لو مش بتقولها تعلمها لازم تبدأ تتعلمها دلوقتي ولازم تبدأ تشوف انت نقصك ايه من سنن النبي وتبدأ تنفذه فان شاء الله دوت ملخص بسيط عن الخير اللي تشوفه من رؤية النبي وملخص بسيط عن الحاجات اللي لازم تعملها عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وطالما ان احنا كنا منتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ندعي يمكن تكون ساعة اجابة اللهم لك الحمد والشكر حمدا طيبا كثيرا مباركا فيك ملاء السماوات وملأ الأرض وملأ أماشئ تمشين بعد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمهم رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ومن له حق علينا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها عظيمها وصغيرها اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اهدي قلوبنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قلوبنا للقرآن وللإيمان وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد على الناس واقذف في قلوبنا الطاعة ومحبة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا واغفر يابائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وأهلينا ومن استوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم من علينا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اللهم من علينا برؤية حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اللهم من علينا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومن علينا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من علينا بالحج والعمر كل عام اللهم من علينا بالحج والعمر كل عام اللهم من علينا بالحج والعمر كل عام ولا تحرمنا من زيارة النبي في الدنيا ولا تحرمنا من مرافقته في الجنة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب وتب علينا لنتوب إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغنكر لنا ولا تمكر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا واغفر لنا ولا تغضب علينا وارحمنا رب رحمة تغننا بها الرحمة من سواك اللهم من كان مكروبا يا رب فك كربه ومن كان مهموما أزحمه ومن كان فقيرا اغنه ومن كان مديونا اقضعا هدينه يا رب ازوج بنات المسلمين واستر عليهم بالحلال يا رب ازوج شباب المسلمين واستر عليهم بالحلال اللهم استر علينا وعلى بنتنا ونسائنا وأزوجنا وزوجاتنا وذريتنا وأهلينا وإخواننا وأخوتنا اللهم من علينا بالستر والغنى اللهم من علينا بالستر والغنى وارفع عنا البلاء والأذى اللهم ارفع عنا البلاء والأذى اللهم اصرف عنا جرانا السوء وأصحاب السوء وأهل السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ومحمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم